متتبعي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة مائة وواحد وثلاثون أولا قياس المسافة الحقيقية بين مدينتي العيون والقنيطرة 1300 كيلومتر وقياس المسافة الفاصلة بينهما على الخريطة يعني على التصميم 26 سنتيمتر أحسب سلم هذه الخريطة فقد ندروا واحد للجدول ندروا المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية فقلنا المسافة الحقيقية بين مدينتي العيون والقنيطرة 1300 كيلومتر المسافة الحقيقية 1300 كيلومتر والمسافة على الخريطة 26 سنتيمتر فكي خصنا نبحث على السلم سلم والتصميم إذن فلاحظوا أولا عندنا المسافة على الخريطة بالسنتيمتر والمسافة الحقيقية بالكيلومتر فكي خصنا نحول المسافة الحقيقية للسنتيمتر كذلك إذن 1300 كيلومتر 1300 كيلومتر 1300 كيلومتر الشحل هي بالسنتيمتر فلاحظوا ندروا 1300 كيلومتر رقم الوحدة في الكيلومتر 130 دي خارج الدول بالسنتيمتر سنضيف جوز ربعة خمسة دي الأصفار ونقرأوا العدد إذن هو 130 مليون سنتيمتر إذن 130 مليون سنتيمتر ونكتبوها 130 مليون سنتيمتر 130 مليون سنتيمتر سنقلبوه على معامل التناسب ما بين المسافة الحقيقية إذن باش لقاوا معامل التناسب سنضيف 130 مليون سنقسموه على 26 130 مقسموه على 26 بعد إنجاز العملية سنحصل على خمسة ملايين خمسة دي المليون إذن 26 في خمسة ملايين سنلقا 130 مليون 130 مليون إذن ضربناها في واحد وقسمناها على خمسة دي المليون قد نحصلوه على 26 يعني 130 مليون منضربها في واحدة هي 130 مليون وقسموه على خمسة دي المليون ونحصلوه على 26 إذن فمعامل التناسب اللي هو سلم تصميم اللي هو واحد على خمسة ملايين واحدة لخمسة دي المليون أشنو كيعني؟ كيعني أن واحد سنتيمتر على الخريطة كيمتل خمسة دي المليون سنتيمتر في الحقيقة إذن سلم هذه الخريطة ونضرب 26 سنتيمتر نقسموها على 130 مليون بعد ما حولنا 1300 كم للسنتيمتر 130 مليون اللي هي واحد على خمسة ملايين واحد على خمسة ملايين اللي هو سلم هذه الخريطة وقلنا واحد على خمسة ملايين كيعني؟ كيعني أن واحد سنتيمتر على التصميم هو خمسة دي المليون سنتيمتر في الحقيقة ثانيا بعض التصاميم أو الخرائط تحتوي على رسم لتفسير السلم ولاحظوا جيدا الجدول الآتي وأتممه رسم يمثل السلم إذن المقياس التفسير يعني واحد سنتيمتر يمثله عشرة متر التحويل واحد سنتيمتر يمثله ألف سنتيمتر السلم واحد على ألف المقياس عندنا هذ المقياس فعندنا سنتيمتر واحد واحد سنتيمتر يمثله خمسة وعشرون متر وجوز سنتيمتر كنتمتله خمسين متر إذن نحن هل نكتبه واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر منتلنا يمثله خمسة وعشرون متر واحد سنتيمتر كيف يمثله خمسة وعشرين متر التحويل هذي يبقى دائما واحد سنتيمتر يمثله إذن خمسة وعشرين متر نحولها السنتيمتر هينضربها في مئة لأن كل متر واحد كي يسوي مئة سنتيمتر اللي هي الفان وخمسة ومئات سنتيمتر أشنو كي يعني هذا السلم واحد على الفان وخمسة ومئة فكي يعني بأن واحد سنتيمتر على التصميم أو لا على الخريطة كي يمثل الفان وخمسة ومئة سنتيمتر في الحقيقة أما جوز سنتيمتر فكتمثل خمسة ألاف سنتيمتر إذن واحد سنتيمتر كي يمثل الفين وخمسة مئة جوز سنتيمتر كي يتمثل خمسة ألاف سنتيمتر في الحقيقة التمرين الثالث تسير سيارة بسرعة مئة وعشرون كيلومتر في الساعة وتقطع مسافة في ظرف ساعة وعشرون دقيقة أحسب المسافة التي قطعت السيارة إذن هذه السيارة السرعة المتوسطة ديالها مئة وعشرون كيلومتر في الساعة وتقطع مسافة قطعت واحد المسافة في ساعة وعشرين دقيقة أحسب المسافة التي قطعتها السيارة إذن قلنا في ساعة واحدة قطعت مية وعشرين دقيقة المسافة دقيقة في ظرف ساعة وعشرون دقيقة شنه هي ساعة وعشرين دقيقة ساعة يعني ستين دقيقة زائد عشرين دقيقة المسافة اللي هتقطعها في ستين دقيقة زائد عشرين دقيقة يعني في تمانين دقيقة فإلا كانت تقطع مية وعشرين كيلومتر في ساعة يعني في ستين دقيقة فش حال هي المسافة اللي هتقطعها في 80 دقيقة لن نديرو 120 مضروبة في 80 مقسومة على 60 لن هاد المسافة هذي ندقنا للدستانس هي 120 كيلومتر في قاعدة ثلاثية هذي مضروبة في هذي مقسومة على هذي فقلنا 120 كيلومتر هتقطعها في 60 دقيقة اطلبوا مننا نحسبوا المسافة اللي هتقطعها في ساعة وعشرين دقيقة يعني 60 دقيقة هي ساعة وعشرين دقيقة هي 80 دقيقة لن نديرو 120 كيلومتر في 80 الدقيقة كنا نرمزولها بمن ونقسموه على 60 دقيقة 60 دقيقة هي ساعة يساوي 120 في 80 على 6 إذن أول حاجة قد نختازلوه بعشرة بعشرة تبقى أن 120 في 8 ونقسموه على 6 بعد إنجاز العملية سنحصل على 160 كيلومتر إذن خلال ساعة وعشرين دقيقة فهي تقطع 160 كيلومتر إذن 120 كيلومتر في ساعة في ساعة وعشرين دقيقة 160 كيلومتر لإجزارسس 4 ساعة وعشرين دراجيون شحال ديال الوقت استغرق باش يقطع هاد المسافة يعني المسافة ديال 75 كيلومتر فكما قلنا قطع 75 كيلومتر بسرعة 25 كيلومتر في الساعة إذن عنده لإذن عنده كيلومتر في كل ساعة في ساعة واحدة ف 75 كيلومتر شحال هي المدى باش غاد يقطع 75 كيلومتر إذا سننديره لقاعدة ثلاثة مرة أخرى هنا يضطيق لطن الوقت فلطن اللي غاد يقطع فيه 75 كيلومتر قاعدة ثلاثة كنديره 75 في واحد نقسم على 25 إذن 75 كيلومتر في ساعة في واحد ونقسم على 25 كيلومتر يساوي كيساوي ثلاثة ديال الساعة إذن 75 كيلومتر غاد يقطع في ثلاثة الساعة كذلك يمكننا نطبقو القواعد اللي كنشفنا مرة اللي فت قلنا بأن المدة الزمنية هي المسافة مقسومة على السرعة إذن عندنا المسافة هي 75 75 السرعة هي 25 ندره 75 إلى 25 وهذه القول مدة الزمنية هي 75 إلى 25 هي ثلاثة ديال الساعة التمرير الخامس نشاط ينجز خلال الحصة الخامسة المخصصة لدعم الدرسين 1 و3 و3 ثلاثة أحسب قياس البعد الحقيقي الذي يمثل 15 سنتيمتر على تصميم بسلم 1 على 50 لأن سلم تصميم هو 1 على 50 فشنو كي يعني 1 على 50 كي يعني أن 1 سنتيمتر على تصميم هو 50 سنتيمتر في الحقيقة فهذا الرسم واحد للجدول ندير المسافة على التصميم بسنتيمتر والمسافة الحقيقية بسنتيمتر عندنا السلم 1 على 50 إذن 1 سنتيمتر على التصميم هو 50 سنتيمتر في الحقيقة نرجع للسؤال أحسب قياس البعد الحقيقي الذي يمثله 15 سنتيمتر على التصميم إذن سنجي للـ 15 سنتيمتر على التصميم ما في الحقيقة فإذا كان 1 سنتيمتر على التصميم هو 50 سنتيمتر في الحقيقة فـ 15 سنتيمتر على التصميم ما في الحقيقة فنضي 15 في 50 ونقسم على 1 القاعدة 3 مرة أخرى هدف 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 لا أيضا يمكن نضي معامل التناسب إذن أعداد هذا السطر كندير 1 ونضر في 50 فكذلك 15 سنتيمتر في 50 ونحصل على المسافة الحقيقية إذن نضي 15 في 50 ونقسم على 1 ينفس يساوي 5 في 5 25 نكتب 5 ونحتفظ ب2 5 في 1 5 وال2 7 ونضيف الصف 7 150 فالمسافة على التصميم دير 15 سنتيمتر هي المسافة الحقيقية 750 ونكتب البعد الحقيقي الذي يمتل 15 سنتيمتر هو 15 سنتيمتر في ماذا في 50 سنتيمتر يساوي 700 و50 سنتيمتر اللي هي بالمتر 7.5 متر سنتيمتر للمسألك تقول ملعب كرة القدم ممثل ب سلم تصميم 1 على 500 يعني 1 سنتيمتر على التصميم هو 500 سنتيمتر في الحقيقة هذا الملعب غير وكذلك وكذلك سنتيمتر على التصميم ماذا حالة في الحقيقة سنتيمتر 25 في 500 ونقسم على 1 يعني 25 في 500 25 في 500 ثم العرض دياله كذلك 15 في 500 15 في 500 ونرجع ونكتبوه هنا لالونجغ ديال الطول ماذا كيساوي كيساوي 500 في 25 اللي هي كم اللي هي بعد إنجاز العملي سنحصل على 12500 سنتيمتر اللي هي بلمتر اللي حولناها اللي متر سنحصل على 125 متر إذن طول ديال هاد الملعب 125 متر طول الحقيقي للغجغ العرض كذلك بنفس الطريقة 500 في 15 يساوي 7500 7500 سنتيمتر يساوي كم المل متر يساوي 75 متر دين هذا العرض اللي غدي قطعها ولاعب الى دار 4 على الملعب يعني دار 4 يعني غدي قطع الموحيد ديال الملعب 4 عن 2 رغط 4 يقطعها الطول و العرض و الطول و العرض يعني الموحيد ديال الملعب 4 ديال الملعب فأولاً سنحسب الموحدة الملعبة والموحدة المستطيل الموحدة المستطيل طول زائد العرض في 2 طول زائد العرض في 2 يساوي كم؟ يساوي نديره 125 متر زائد العرض 75 متر في جوج يساوي إذن 125 زائد 75 مئتاني مئتاني في 2 400 متر إذن هذا اللاعب هذا إلى دار دورة وحدة يقطع 400 متر ولكنه هو دار ربعاً ديالة دورات كاتغ توق ربعاً ديالة دورات كاتغ توق بمعنى 400 متر مضربة في ربعة اللي هي كم؟ اللي هي 1600 متر 1600 متر فبالتالي هذا اللاعب سيقطع 1600 متر إلى دار ربعاً ديالة دورات على الملعب 1600 متر وبهذا النهي تمرين صفحة 131 نلتقي في الصفحة 132 أغفا ترجمة نانسي قنقر